المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري قال إن حزب الله هو جزء من إيران وأن إطلاق الصواريخ تجاه شمال إسرائيل تم بتوجهات إيرانية وما يعزز الموقف الإسرائيلي هو أن هجوم حزب الله جاء بعد ساعات على تأكيد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي بأن هناك تحركات قريبة بإشان يرد على إسرائيل متعهدا بسماع أخبار جيدة حول انتقام إيران من إسرائيل وهنا نتسأل هل هذا فعلا يندرج ضمن الرد الإيراني على مقتل إسماعيل هنية أم أن هناك رد إيراني ستقوم به إيران وإذا كان حجم الردود سيكون على شكلة اليوم التراخي الإيراني ألن يشجع إسرائيل على التمادي أكثر في تنفيذ ضربات استفزازية على محور إيران ولكن قد يكون هذا جزءا من الرد الجانب الإسرائيلي عبر هيئة الإذاعة الإسرائيلية كان قال إن إسرائيل تتوقع موجة ثانية من الهجمات الانتقامية ضد أراضيها من دولة أخرى غير لبنان بعد الهجوم الذي شنه حزب الله اليوم ويأتي هذا في وقت تعهد فيه الحوثيون بأن ردهم ضد إسرائيل قادم يعني ردهم التالي هل يعني ذلك أن إيران تريد أن تؤكد أنها لا تريد الدخول في مواجهة مباشرة لتجنب إنقاذ نتنياهو الإنجرار لفخه كما قال بالأمس وزير خارجيتها وألم يكن الحرس الثوري الإيراني فعليا قد توعد بعد اختيال إسماعيل هنية توعد برد قاس من جبهة المقاومة وخاصة من إيران على حال واشنطن بالطبع ليست بعيدة عن هذه المواجهة وجددت على لسان وزير الدفاع لويد أوستن التزامها بالدفاع عن إسرائيل كما هي العادة ضد أي هجمات من إيران ووكلائها في المنطقة وذكر المتحدث بسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كوربي أن الرئيس جو بايدن طالب المسؤولين الأمريكيين بالتواصل مع إسرائيل بشكل مستمر وقال جون كوربي ببيان أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها دعونا نبحث هذه الاتهامات الإسرائيلية لطهران مع ضيفنا من طهران رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيكا دكتور عماد أبشناس دكتور أهلا بك معنا في التاسعة بدأ أسمع ردك بداية على هذه الاتهامات ولماذا فعاليا قد تكون إيران بعيدة عن تحركات حزب الله؟ تحياتي لك سيدة ميشيلا وللمشاهدين الأعزاء كلا إيران ليست بعيدة عن تحركات حزب الله ولكن عمليا إيران لا تنفي أنها تقوم بتسليح حزب الله وتؤمن له الأسلحة والمعدات اللوجستية والتدريب والأموال يعني إيران لا تنفي ذلك ولا حزب الله ينفي ذلك ولكن القرار بالنسبة لعدم الراد أو كيفية الراد بالنسبة لإسرائيل من قبل حزب الله يعود لقيادة حزب الله لا يعود لإيران يعني إيران لا تقرر للحزب كيف يقوم بالعملية القرار يعود لحزب الله وفقا لظروفه الداخلية وفقا لظروف لبنان يعني ما فيه تنسيق إيراني مع حزب الله ما فيه تنسيق حزب الله لا ينسيق مع إيران لا لا ما بقول هون أنه ما فيه تنسيق يعني ولكن القرار النهائي هو لحزب الله وليس لإيران في هذا كان يعني ممكن أن يكون هناك تنسيق ممكن أن يطلب حزب الله حتى استحال نوعية من إيران تقوم إيران بتسليمها مثل الصاروخ الذي استهدف الزورق الحربي الإسرائيلي وقتل الخمسة الإسرائيليين يعني اليوم يكذبون ويقولون فقط واحد منهم مات نعم الخمسة ماتوا ولكن الإسرائيلي دوما يخفي وكيف تأكدتم لا أنا لا أشكت بما تقول يعني اليوم حقيقة عن جد العنوان أنه لا يمكن أن يصدق أحد استاذ عمار يعني عملية الزورق انفجرة بشكل كامل لا لا أنا مش إلا الزورق انفجرة بشكل كامل ولم يخرج منه أحدا حيا كان هناك خمس أشخاص خمس قوات زابط وأربع جنود في هذا الزورق ولم يخرج منه يعني الصور لم تخرج يعني لم تكن هناك أحدا حيا خرج من هذا الزورق ولكن الإسرائيلي دوما يعودنا بأنه يعني يخفي خسائره مثل ما يخفي اليوم متى يعني الخسائر التي تكبدها في استهداف حزب الله لقواعد إسرائيلية قواعد عسكرية وأمنية إسرائيلية يعني أنا أعطيكي مثالا عام 1991 أو 1992 قام صدام حسين بإطلاق صواريخ على إسرائيل حينها قال الإسرائيليون الصواريخ انفجرت في الجو وقعت في يعني التقارير موجودة في الصحراء لا أحد أصيبها ولكن بعد خمسة وعشرين عاما خرجت الوثائق الأمريكية الاستفارة الأمريكية من السرية وتبين أن حوالي ثلاثين شخص قتلوا مئتين جرحوا ألفين ذهبوا إلى المستشفيات بسبب مشاكل نفسية بنى تحتية تدمرت ولكن حينها قالوا لم يحصل شيء اليوم نفس الموضوع هذا ما قالوا اليوم سيد حسن أصر الله بخطابه عندما قال لأنه ما عرض فيديو اليوم ما عرض فيديو حول هذه الواقعة وقال أنه الأيام والليالي ستكشف حجم الضرر اللي تسببنا به طبعا سننتظر لنرى ما الذي حصل بالطبع بس إذا ما كانت إيران قد وجهت نعم بتأكيد سوف يتم عرض هذا قبل ذلك عذرني أستاذ عيمان في مؤتمر صحف عذرني على المقاطع على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هقاري لنشوف نية حزب الله للقيام بهذا الهجوم فإننا صددنا معظمة كان هناك أضرار طبعا في الشمال والوسط والطائرات الإسرائيلية هجبت مائة وسبعين موقعا وضد هجمات حزب الله كما أننا نعلم بأن ستة إرهابيين قتلوا أو ربما أكثر سنجد في الأيام المقبلة وفقط في الأسبوع الماضي قتلنا ثلاثين إرهابيا وأيضا قياديين من حزب الله ومن الأهداف تسعون بالمئة من الأهداف كانت صواريخ قصيرة المدى وكانت موجهة نحو شمال إسرائيل وحزب الله كان ليهاجم المواطنين الإسرائيليين ولكنهم استطاعوا فقط أن يطلقوا مائتين وثلاثين صاروخا وحوالي عشرين مسيرة والتي تم معظمها تم تدميرها أو في الفضاء وتم اعتراضها من قبل النظام الدفاع الجوي الإسرائيلي وطبعا ولكن ليس كما قال حزب الله فإنه لم يصب أي هدف والبحرية الإسرائيلية كانت ناشطة وأيضا القبة الحديدية استطاعت أن تسقط أيضا صاروخا وكان هناك شخص قد أخذ إلى المستشفى ودعونا نبارك ونبارك روحه وجنديان إسرائيليان أصيبا ونأمل أن يتعافيا وهذا الحادث يتم التحقيق فيه ونحن طبعا نقدم تعازينا لعائلة الضحايا القيادة الوسطى والقيادة الشمالية والاستخبارات وكل المؤسسات ووزارة الدفاع دافعت عن إسرائيل من هذا الهجوم وبسبب اغتيال فؤاد شكر وقيادين آخرين لحزب الله الذين فهذا الهجوم اعتبر ردا عليه ولكنهم لن نتركهم يفعلون ذلك مهمتنا هي سماح لشكان الشمال بأن يعودوا إلى ديارهم آمنين ونحن نحضر كل الخطط لفعل ذلك في هذه الليلة قائد القيادة الوسطى في إسرائيل وفي الولايات المتحدة الجنرال براون أيضا عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء والولايات المتحدة وقدراتها في المنطقة مهمة جدا ومعا معهم سنقدم الوضع ونحن مستعدون للدفاع والهجوم في كل الجبهات في هذا الوقت ليس هناك تغيير في القيادة الداخلية إرشادتنا تقول ابقوا حذرين كما كنتم ومستعدين دائما وأودوا أن أثمن سلوك سكان الشمال فستطعنا أن ننقذ حياة الناس بسبب سلوكهم المسؤول وسنستمر دائما في إعطائكم المعلومات تباعا ونتخذ خطوات بمسؤولية وتحدياتنا هي على كل الجبهات وهذا مهم جدا أو هدفنا الأهم هو حماية مواطن إسرائيل وفي الجنوب قوات الدفاع الإسرائيلي لا تزال تقاتل في قطاع غزة ولا تزال تضغط بقوة على حماس حماس كانت تأمل بأن ضربات حزب الله ستصعد في كل المنطقة وأمل سنوار وأمل قيادة حماس بأن يجعل الشرق الأوسط كله يجر إلى الحرب لم يتحقق وسنستمر في الضغط بشدة على حماس ونقتل دائما قياديهم ونستمر في الدفاع عن إسرائيل في كل الجبهات سمعنا عن سقوط جندي إسرائيلي وكان مقاتلا في كتيبة الموشات وقتل بسبب انفجار قنبلة ونحن نقدم التعازي لعائلته ولكن مع كل هذا نستمر هذا الأسبوع بأن نحن طبعا على أهبة الاستعداد التام في كل الجبهات وهذا يحدث مع تفاوضنا في القاهرة وسمعت قبل مجيئي إلى هنا إشاعات بشأن المفاوضات نحن لا نزال ملتزمين بالهدف الرئيسي والمركزي للحرب وهو المئة وتسع رهائن الذين هم رهائن في غزة أن يعودوا إلى ديارهم ونفعل كل الجهود لفعل ذلك أي أسئلة طبقا للمعلومات لوزارة الدفاع فهل حزب الله كان يهدف أيضا لاستهداف الموساد في شمال إسرائيل وسكان الشمال غاضبون وزارة الدفاع ومؤلاء حقتها لحزب الله هل هذا سيتغير حزب الله حاول أن يطلق وحاول أن يضرب مواقع عسكرية في شمال إسرائيل ولا هدف قد ضرب في شمال إسرائيل ووسط إسرائيل هذا كل ما أقول طبعا لقد استمعت إلى السلطات الداخلية هنا والمعلومات التي ذكرت في الإعلام فيما يخص الشمال وكيف نقود الحرب من المهم أن تعلموا وفيما يخص جيش الدفاع الإسرائيلي فإن أمانة وسلامة سكان شمال إسرائيل يعتبر هدفا عظيما ونفعل كل ما في وسعنا على مدار الساعة لنضمن أن الشمال يكون آمنا مرة أخرى هناك طبعا وقت طويل لتحقيق ذلك ولكن السياسيون قالوا إن أهم ساحة هي غزة وإعادة الرهائن ولضمان بأن حماس ليس لديها القدرة ولكن لإعادة الأمان والسلامة فسنفعل كل ما في وسعنا نكتف بهذا القدر مشاهدينا من كلمة دانيال هاقاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في هذه الحاطة أصحفية دكتور عماد دكتور عماد أبشناس يعني اليوم أنت كنت عم تنفي علاقة إيران برد فعل حزب الله خلال الساعة الماضية إذن متى سيأتي الرد الإيراني على مقتل إسماعيل هني وعلى اغتياله في الكثير من التساؤلات كيف سيكون شكله خاصة بعض التصريحات بالأمس لوزير الخارجية الإيرانية يعني في الواقع لا أحد يعلم ما سوف يكون الرد ولكن أنا أتصور بما أن العملية الإسرائيلية كانت عملية أمنية يجب أن يكون هناك رد أمني من قبل إيران تجاه إسرائيل عادة أنه ممكن أن يكون أيضا رد عسكري ولكن بالتأكيد نحن اليوم نحتاج إلى إعادة الموازنة الأمنية الموجودة بين الجانبين وعلى هذا الأساس بالتأكيد يعني الطريقة الوحيدة لإعادة المعادلة الأمنية هي الرد بالمثل كيف يعني قامت إسرائيل باختيال شخصية سياسية في إيران يجب الرد باختيال شخصيات سياسية إسرائيلية هل إيران قادرة على تنفيذ هذه العملية هل إيران قادرة لحد الأمن بالتأكيد بالتأكيد إيران قادرة أن تصل حتى إلى نتنياهو نفسه يعني العام الماضي أعلنوا الإسرائيليين ترجعوا إلى الإنترنت أن الخادمة في منزل نتنياهو تم أعتقال والطباخ تم أعتقال بسبب أنهم كانوا عملاء لإيران يعني هذه تقارير إسرائيلية ليست تقارير من عندي موجودة على الإنترنت يعني لو كانت إيران تريد اختيال نتنياهو نفسه لكان باستطاعتها وانا أتصور أنه لديهم الاستطاعة في المرة المقبلة سألناقش وإياك لماذا لا تنفذ إيران ما تستطيع أن تقوم بها على أي حال أعذرني الوقت انتهى بسبب النقل المباشر من طهران رئيس تحرير صحفة إيران ديبلوماتيكا الدكتور عماد أبشنة سكرا على حضرك معنا بالتاسعة